تطلب ما هي يعني الهوايات او ما هي يعني ماذا تفعل في اوقات الفراغ اعمل يعني في سبيل المثال في الاورا سبورت والثانية يعني ريدين او شيء ما والثالثة على سبيل المثال انترنت ثم F5 او اذهب الى المواقع ثم انتر وسترون انه يمكننا اختيار مجموعة مجموعة الشيك بوكس او فقط ما يهمونه الان سوف نتعرف على نوع اخر من الفورمز والذي هو يكون عبارة عن منيو او قائمة نختار منها يعني اه شيء واحد او اختيار واحد ولي استعمال هذه الفورمز سنستعمل الطاق سيلكت وهي تعمل مثل التابلز والباضي واليو ال وال او ال نعمل سيلكت ثم نغلق السيلكت ونكتب بداخلها مجموعة اوبشنز سوف نحتاج ايضا الطاق اوبشن نضع بداخلها الاوبشن الاولى على سبيل المثال سوف ناخد او اوبشنز لاختيار الايج فعلى سبيل المثال كما يفعل معظم المواقع تطلب منك اي سنة ولدت فيها سوف ناخد على سبيل المثال السنة الاولى الف وتسعمائة وخمسة وتمانون ثم نغلق ال اوبشن ثم اوبشن ثانيه الف وتسعمائة وستة وتمانون ونضع option أو نعمل فقط copy ونغير الأرقام 86 87 90 كما ترون يوجد لدينا قائمة نختار منها السنة التي ولدنا فيها سوف أعمل يعني بي آر كما عملت في المرات السابقة ونضع tabulation لتنظيم اجتمل كما تلاحظون هنا فيما يخص الأطريبيوهات فتتواجد بشكل أساسي الأطريبيوة value وهي بمثابة الـ name لـ tag input فهنا يجب وضع الـ value الذي اخترناه فعند إرسال يعني المعلومات إلى صاحب الموقع فلن يرسل ما يوجد هنا ما يوجد بين الـ open tag والـ int tag فسيرسل ما يوجد هنا في الـ value ومنطقيا ما سيوجد هنا سوف نعيد كتابته في الـ value 1985 وسيكون ذلك نفس الشيء بالنسبة لجميع الطاقات الأخرى فقط يجب تغيير الأرقام ثم وضع ctrl s والعودة إلى المتصفح ولن نرحض يعني تغييرا جذريا تتواجد أيضا في الطاق select الـ name فيجب وضع name لهذه القائمة على سبيل المثال years ويمكننا أيضا اختيار ما هو الـ value الذي سيكون موجود عند تحميل الصفحة سنأخذ على سبيل المثال 1980 سوف نعمل select والـ value أيضا هي select ثم نعود enter كما تلاحظون عند تحميل الصفحة تكون الـ value التي هي موجودة أوتوماتيكيا هي 1980 يمكننا أيضا تغيير شكل هذه القائمة فعوض يعني أن يكون عند الضغط على هذه الايقونة تخرج لنا list يمكننا إضافة الـ attribute multiple مع الـ value multiple أيضا ثم control s ونعود F5 كما ترون تظهر لنا قائمة على هذا الشكل مع 1988 مضغوط عليها أو مختارة سابقا يمكننا كذلك اختيار أي يعني عام نريد وآخر شيء يجب اكتشاب يجب معرفته هو كيفية إرسال كل هذه المعلومات إلى صاحب الموقع فليتم ذلك يجب وضع جميع هذه الطاقات في طاق واحدة تسمى طاق form ويتم ويتم إغلاقها في آخر في أسفل جميع هذه الطاقات فلسنا مجبارين على أن نضع يعني جميع هذه الطاقات وإنما نستعمل الطاقات فقط التي نريدها ثم نضعها في وسط الفورم وهذه الفورم تأخذ value هان الأول وهو المتض تأخذ هذه المتض يعني value هان في الأول كنت أقصد يعني اتريبيو اتريبيو هان يعني اثنان وهذه المتض لوحدها تأخذ يعني value هان الأول هو get والثاني هو post ولن أتحدث كثيرا عن هذه عن هادين الفليو هان لأنه يخص لغة برمجة أخرى كنت قد كنت قد تكلمت عليها من قبل وهي لغة البرمجة php التي تسمح بإرسال هذه المعلومات إلى الموقع أما فيما يخص الأطريبيوت الثاني وهو الaction أي الصفحة التي تضم كود الphp التي يجب إرسال هذه المعلومات إليها أو يمكننا يعني لن أتكلم عن هذه الصفحة التي تضم كود الphp وإنما يمكننا إرسال هذه المعلومات في وذلك باستعمال وذلك باستعمال وهو ثم نضع لقطتان ونضع يعني الإيميل الذي سنرسل إليه أضع على سبيل المثال example at example dot com نعمل control s ونعود سوف تلاحظون أن عند اكتمال كل هذه المعلومات فلي يتم إرسالها يجب علينا إضافة input مهمة جدا وهي input tip submit فيجب إضافتها في آخر الفورم يعني قبل إغلاق الفورم وهي input tip submit ويمكن وضع أي value نريده باستعمال الاتريبيوت value نضع على سبيل المثال send ثم control s ونعود f5 وعند يعني وضع أو إكمال جميع هذه المعلومات نعمل send وبما أن وضعنا في action ليس موقع وإنما نريد إلسانه في mile سوف يطلب إلينا أي نوع من المile نريد استعماله أو يمكننا يعني وضع Outlook كبرنامج mile بشكل أوتوماتيكي وعند الضغط على send سوف يظهر لنا Outlook ونرسل هذه المعلومات في email أو أو يمكننا يمكننا أيضا إضافة الإنبوت type reset مع مع value أي value نريده يعني نضع على سبيل الميتا delete ثم نغلق ونعود ثم F5 وعند الضغط أو ملء جميع الخانات ثم الضغط على delete سوف ترون أن المربعات قد تم إرجاعها إلى وضعها الحالي حتى إذا غيرنا هذا أو غيرنا يعني هنا سأضع على سبيل الميتال my name أو نسيت يجب أن أمسح max length ثم أعود ثم أعيد هذه ثم أضع هنا على سبيل الميتال my و read only أيضا ctrl s وأعود أضع على سبيل الميتال my name ثم عوض الضغط على send سوف أضغط على delete غيرت هنا العام ثم عند الضغط على delete سوف يرجع العام إلى وضعه السابق والtext إلى وضعه السابق وأيضا تمسح هذه الخانات وترجع أيضا الخانة إلى وضعها السابق بما أننا قد وضعنا الخانة الثانية مضغوطة بشكل أوتوماتيكي باستعمال الاتريبيوت شيك مضغوطة